بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان ان شاء الله نهاردة نتعرف مع حضراتكم عن الخلطة اللي انا شخصيا بعملها عندي في حد طلب مني قال لي الخلطة اللي انت شغال بيها قولينا عليها اللي يبتدي اعلى معدل تحويل موضوع التغذية زي ما فيه مثل بيقول كل شي يقولوه طريقة فيه برضو كل مربي بيمشي بنظام لكن بالاخر الهدف واحد اللي هو زيادة معدل التحويل النهاردة بمشيط الرحمن انا نتعرف على التغذية كويسة جدا احنا بيحطها وعلى المئدير بحط اديه وعلى الاضافات سريعا رقم واحد التركيبة اللي انا ماشي بيها عندنا باتكلم عن نفسي وتجيب الحمد لله رب العالمين معدلة تحويل كويسة جدا رقم واحد الضرة الصفرة او الضرة البيضة بندشة دشة خشنة تبقى تشيش اصفل خشن او بيض بنحط ستين في المية من التركيبة رقم اتنين النخالة في ناس بتسميها الردة اللي النخالة الخشنة بنحط منها 20% من التركيبة رقم ثلاثة الفول الصوية ونلاحظ حاجة مهمة جدا في الفول الصوية في حد قبل جدا قال لنا عايز تركيبة قلت له هات كذا 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 من ضمنهم الفول الصوية قال للفول الصوية قلت لحد عليه قال لي ده هو وحش على الحيوانات وبيجيب لهم في مادة سامة يا جماعة الفول الصوية اللي احنا بنتكلم عنه الفول الصوية ده بيكون مجروش كده جرشة وسط ده بيكون معامل معاملة حرارية وداخل افران درجة حرارتها عالية علشان في نسبة سموم مع ارتفاع درجة الحرارة السموم دي بتروح خالص من الفول الصوية اعلى حاجة في نسبة بروتين الفول الصوية وده مهم جدا في التسمين يبقى احنا الفول اللي احنا نقصده مش الحب الصوية اللي هو عامل زال بسلة لا الفول الصوية المجروش سيقر الكيلو بيتروح من 9 ل 10 جنيه حسب الكمية اللي بتشتريه وحسب المكان اللي انت بتشتري منه يبقى عندنا الدرة الصفرة الخشنة عندنا النقالة 20% و60% درة عندنا الفول الصوية 20% يبقى احنا كده معانا التركيبة جملة عاوز تعمل 100 كيلو عشان نبسطه الامور 60 درة دشيش و20 نقالة و20 فول صوية طيب فيه برضو سؤال مهم تاني حد سألني بيقول لي ان فيه واحد قال له ان الفول الصوية بيخلي طعم اللحم مش كويس يا جماعة الفول الصوية ده ممتاز جدا في التسمين نسبة بروتين عالية ويوفر معاك كتير حتى لو سعره غالي طب نفترض المكان اللي حددك موجود فيه وبالناس بتسألني كده كتير ما عنديش فولصوية ايه الحل؟ الحل في كسر الفول البلدي بس هتزود شوية بدل ما نحط 20% ما كن نحط 25% او نحط 2 كيلو بالزبط بس كده نسبة الفورتين هتقل شوية دي التركيبة اللي أنا شغال بيها والحمد لله رب العالمين بتدي معدلات تحويل ممتازة مع التبن التبن أساسي 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 الكمية بقى نحطها ايه؟ احنا لو عملنا تركيبة مصبوطة واستخدمنا كمية كبيرة الحيوان هيتأثر وهيتعب استخدمنا كمية أقل اللي منحتاج ورضو مش هديك التحويل المطلوب قاعدة ثابتة بنحط من 2% لـ 3% علف اللي علف اللي احنا قلنا عليه لو عندك مثلا حاجة 100 كيلو بنحط 2 كيلو أو 3 كيلو في اليوم عندك جدي وزنه 50 كيلو بتحطه كيلو ونص في اليوم في اليوم يعني للـ 24 ساعة يعني بتقسم الثلاثة في المية اللي هو كيلو نص لو حاجة 50 كيلو على وجبتين واجبة الصبح واجبة بالليل اللي هي كيلو اللي ربع الصبح بقى كيلو اللي ربع بالليل ووسط اليوم تبني التبني هدي ايه؟ فيه ناس بتقول ان التبني بندي 2% أو 1 ونص في المية من وزن الحيوان يعني لو هتدي له مثلا كيلو ونص علف تدي له مثلا كيلو اللي ربع تبني أو كيلو تبني لكن انا بالنسبة لي انا مفضل التبني يكون متوفر طول اليوم قدام الحيوانات تدي علف الصبح وعلف بالليل والتبني يكون مفتوح قدام الماعز والاغنام طول النهار وتشيله الصبح وتشيله بالليل فيه ناس عندك برسيم لو عندك برسيم وعايز تقلل التكلفة أو عندك جروة بتحط البرسيم وتحط التبني الصبح الحد لاخر النار تبني مع برسيم الصبح لاخر النار وبالليل تديره واجبة يعني أنت كده وفرة طرح ما عندك البرسيم مش بتشتريه ثالث حاجه إضافات الأعلاف إضافات الأعلاف مثل العلاف مهمة والتركبة مهمة والمضرر بالحطه مهم إضافات الأعلاف مهمة جدا كمان إضافات الأعلاف في منع حاجات بتشغل كرشي الحيوان عشان الهضم ويقدر يقدم الجرع على الكمية اللي انت حتطاله في حاجات بتمده بالأملاح والفيتامينات اللي هو محتاجة زمان حد يقول لي ما كناش بنستخدم الحاجات دي نهائي طب ايه السبب زمان الحيوانات كان بطرعة وفي مراعي وكانت بتاكل خضار وبتاكل حشاش وبتاكل حاجات كان فيها الفيتامينات دي فهي ما كانش محتاجة انما دلوقتي اغلب التربية تربية مغلقة في المزارع أو في البيوت فاصبح في حاجة ملحة ان احنا نستخدم املاح وفيتامينات معدنية ونستخدم خميرة علشان الهضم ونستخدم كالسيوم علشان يدي الكالسيوم اللي الحيوان محتاجه فنستخدم معها كمان ممكن نجيب الاوالب الاملاح اللي فيها املاح معدنية وفيتامينات الحاجات دي ونستخدم اضافات الاعلاف الطبيعية اللي احنا قلنا عليها في فيديو قبل كده ولو عايزينه اكتبوا عليه في التعليقات هحطولكم الرابط زي الشطة زي الكوركم زي الزنجبيل زي البيجربوناتو السوديوم اللي هو حلو جدا للهطر في حاجة كمان مهمة ويحنا بنستخدم أقولنا عليها في الحلقة اللي فاتت بالمأدير فلو عايزين الحلقة دي اكتبوه لي تحت في الكومنتات أحطولكم رابط الفيديو ومأدير إضافات الأعلاف موجودة في الفيديو إن شاء الله لولت الحضراتكم عليه يبقى احنا كده عندنا ثلاث عناصر مهمين جدا عشان توصل بأعلى معدلات تحويل خلط التسمين رقم اثنين المأدير اللي تستخدمها رقم ثلاثة إضافات الأعلاف وكده عزيزي المشاهدين إن شاء الله نوصل لأعلى تحويل السلام عليكم